إنجاز عالمي لافت لشركة أردنية ناشئة شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وقد حصلت على تكريم دولي فالنتابع بين أكثر من خمسة آلاف فريق مشارك من تسع وتسعين دولة حول العالم حصلت فرق روبوتنا الأردنية على المركز الثاني خلال مشاركتها في البطولة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعية التدريب كان لبدأ أسبوعين والكوتشات كانوا معنا خطوة بخطوة لحد ما خلصنا المشروع من أول إلى نهايته وصراح ما وجهنا أبدا صعوبات لأنه التدريب كان جدا مكثف ومطور وفهمونا كل شيء يعني تقريبا كل شيء كان واضح بالنسبة لنا عملت مشروع بساعد على حد من مشكلة كورونا إنه هي مغسلة منقدر نحطها بالأماكن العامة زي المولاد زي المدارس هي تعمل إنه الشخص ما يروح إلا وهو متأكد إنه الفيروس مش عائدة يعني ما بتخليه يستخدم المي إلا بعد عشرين ثانية من فرقه لإيدي بالصابون وكمان هي بتتأكد إذا لابس الفيس ماسك أو لا شركة روبوتنا هي شركة ناشئة أسست في عام 2013 في حي الطفايلة بعمان لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلبة المدارس وخريجي الجامعات وإلى الآن هذه الشركة الناشئة لم تجد دعما حكوميا أو اهتماما حتى بعد الفوز بجوائز عالمية روبوتنا صراحة شركة اجتماعية زي ما حكينا بتهدف لخدمة المناطق الأقل حظا وبلشنا أصلا لهدف سامي إنه ننشر هذا العلم لأهميته بين طلاب المناطق وأقل حظا روبوتنا بصراحة بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي أو من الدعم من الشركات الخاصة بشكل عام حتى نقدر نكبر هذه المشاريع حتى نقدر نوصل لشريحة أكبر من الطلاب بصراحة أن هذا الطلاب أنا بشوف أنه بحاجة لاهتمام أكبر بحاجة لرعاية أكبر وإن شاء الله أنهم في الأيام القادمة يحصلوا على هذه الرعاية والاهتمام حتى المواهب اللي عندهم ما تضيع سدن ونقدر نستثمرها في البلد أفضل استثمار عدم الاهتمام بهذا الإنجاز أثار ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ليشهد هاشتاغ اهتموا بثروات الوطن تفاعلا واسعا فهل تمر القصة كما مرت سابقاتها بانفعال بسيط على مواقع التواصل الاجتماعي وتبقى الحال كما هي؟ ويظل السؤال دائما من يرعى المبدعين في الأردن؟ اشتركوا في القناة